أهلا بحضراتكم من جديد مستمرين معاكم بعض بطلسانه عن أول الأوائل ودلالات الستة أول الأوائل قلنا لكم الأهلي وبحمد الله هو الأول في التصنيف الأول وحيكون على رأس إحدى المجموعات في الأورى اللي هتجرى 23-12 إن شاء الله لكن دلالات الستة في بداية الموسم ده كانت مسألة مهمة بين الخبراء كل خبراء استوديوهات التحليل كانوا مهتمين على بالبحثة باشموندس على إيه المؤشر اللي ممكن المباراة الأفريقية للأندية المصرية تقدمها كدلالة أو مؤشر لبداية الموسم المحلي بعد المباراة كان رأي مهم لكابتن وليد صلاح الدين نسمعه في مشكلة في الأهلي النادي الأهلي من وجهة نظري ما فيهوش أي مشكلة خالص بعد الصفقات دي بعد الست صفقات النادي كنادي ما فيهوش مشكلة النادي والفريق أصبروا على الراجل شوية لما الناس دي تدخل ويبتدي الفريق كله يتجمع وتبتدي اللي أقل بدنية تعلى أصبروا بس على الراجل شوية يحط الأفكار بتاعته مع اللعيبة الجديدة اللي جاية يعني دي نقطة بس يعني نقطة ملعب شوية الراجل السنة اللي فاتت خد خمس ست بطولات وخسرت دوري الدنيا قامت ما قاعدتش طبيعي مع أنه واخد بطولات كتير جدا نعم ماشي بدأت السنة لكن بدون الصفقات بتاعتك وبدون اللعيبة ما تكون مكتملة نعم وبعد ما لعيبة كتير مشت لكن في الآخر أنا شايف أن النادي الآلي فنيا ما عندوش أي مشكلة طيب هو بس على اللعيبة أنها كمان تساعد الراجل أنها تفوق بلغة الكرة علشان تدي مرضود يخلي الجماهير يهدى شعره كلام شديد للأهمية ياللي بتحبوا النادي الأهلي الإعلاميين اللي على الحياد اللي عايزين يعرضوا الحقيقة ما قالاه الكابتن وليد ده راجل مش بس لعيب زكي ومهاري ده كان إداري محنك إداري من الطعم اللي يعرف يدير فريق أكتر من مرة وراجل عنده خبرات ثم إعلامي بطعم خاص جدا وله رؤية وده معظم رؤية دائما بتبقى يعني في الاتجاه العميق أنا بشوفه أنه بيقرأ موراق موراق السطور لما يقولك هو أنا كل موضوع لازم الأهلي يبقى في مشكلة ما عندوش لعيبة يبقى لأهلي في مشكلة ما دعمش يبقى لأهلي في مشكلة دعم يبقى لأهلي في مشكلة لعم يبقى لأهلي مش مشكلة قعد يبقى لأهلي في مشكلة سيبوا الراجل يشتغل الكلمة دي مهمة جدا يا جماعة إحنا بقينا صعبة قوي 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 إحنا كل واحد فينا بدأ بدأ يحتكر الحقيقة بقينا بنوجه الناس في شغلها وإحنا دي مش شغلتنا إحنا شغلتنا نتفرج ونستمتع مهما كنا فاهمين الترويج لفكرة ان الجمهور فاهم اكتر من اي حد اللي هو مين اللي هو مين الجمهور احنا بنتكلم على عشرات الملايين يا جماع الجمهور ده عشرات ملايين اذا كنا هندي ودننا لعشرات الالاب بلاش عشرات الملايين محدش هشتغل من حقنا يبقى لنا وجهة نظر اه لكن اعداتنا الخاصة نتبادل فيها ولكن لما يكون اصحاب الشأن عاملين اللي عليهم وبيكتهدوا من حقهم ومن العدالة ومن الحكمة ومن الحب الصحيح للنادي الاهلي ان احنا سيب الناس تشتغل انما التعليق المستمر مع كل باصة وكل شوتة وانا واحد بالناس كنت قاعد لما ايه خدت عموب الشجاعة وقلت اتفرج على الماتش في الاعادة قاعدت متضايق لما دخل فينا الجهور طبعا وكان لي برطمة وكلام لكن ما ينفعش ان انا بعد ما ارجع بعد الماتش ان انا اقول انفعالاتي وكأني بتفرج لا اللي بتفرج من حق انا واصحابي نتجادل زي ما احنا عايزين لكن اسلوب العمل انه دي لاهلي لاهلي له ادارة فنية وله ادارة ادارة وحاسبه وعملا اللي عليها وجايبة لبن العصفور والناس بتلعب والناس بتقدي وفي لعيبة غيبة وفي لعيبة بتستحدث وفي فريق ناقص كتير جدا في القيه لحد النهاردة وبيقدوا سيبوا الناس يلعب مين ومش يلعب مين انا اه عندي وجهة نظر كان نفسي نلعب محمد محمود مش تاقى اشوفه هيعمل ايه هو خايف عليه قالك لو نزلته دلوقتي ممكن يبقى مين حماس ولا بتاعي يعور نفسه استنوا شوية لو كان شاف ان الفريد التالي عنيف اوى هو عنيف وهو الولد نفسه لو نزل هيبقى مستعجل عايز يعمل كل حاجة فشاف ان الربع ساعة اللي انتم مستهطرين بها دي قد اولا لا يؤدي لعدم استكمال الليقة البدنية او هو حطه عشان ياخد احساس الملعب يشوفه تفرج او ان هو ممكن يتعور او ايا كان ليه رأي تتطفق مع الرأي تختلف معاه لكن لازم نتطفق ان ده حقه هو مش حقه حد تاني مش عايزين بقى يعني عايزين يستوعب الكلام اللي قاله كابتن وليد لان ده كابتن الحقيقة صحيح لكن ايه هي مكتسبات الاهلي من هذه المباراة غير الستة نشوف الزميل ابراهيم فاي النهاردة الاهلي برضو عبر عن نفسه النهاردة مع الرأف الاهلي بيسجل ستة اهداف وكان بالامكان كمان اكتر من مكان يعني مكتسبات النادي الاهلي انه فيه العيبة بتفوق المطشط دي بتستغل فيها كده فوق دور على اللي تفوقه النهاردة حسينش حد بيفوق النهاردة كهرباء بيفوق مع اداء النهاردة بحس انه لا الاهلي كسب النهاردة كهرباء مكتسبات اللقاء مش في النتيجة مش المكتسب الحقيقي هو انك بتفوق اللعيبة بتاعتك الاهلي النهاردة عبر عن نفسه هو التعبير الحقيقي عن فارق الامكانيات والتاريخ وأتخيل أن المشاركات الإفريقية اللي جاية مع ظهور العناصر بتاعة النادي الأهلي استقدمها برسيتاو وميكي سوني والأسماء بقادي وكريم فؤاد وعمار حمدي وحسام حسن والمجموعة دي كلها اللي هيدخل منها في إفريقيا واللي هنصهر معها الفريق هتلاقي الدنيا هتفرق إلى حد كبير الكابتن إبراهيم فايق ذكر بعض الإجابيات عتابي الوحيد له لا ما ليش دعوة لا مش عتابي الوحيد له إن دائما تشعر الزمالك كسب أربعة أبلاب يوم مع الأستاذ محمد عمارة إشادة مطلقة كل شيء كان بيرفكت ومسالي وكيف كأن الزمالك فعل وسوى وقدم أوراق اعتماد وشوف الصورة دي بتقول إيه والزمالك خلاص انت عايش تشوف المسألة من منظور الإيجابيات فقط هذا حقك ما كانش المعيار تاني يوم مع الأهلي هذا المعيار في التحيل والتقييم أنا أميل أنا أميل خلي بالك إلى المعيار التاني اللي تقولي الإيجابيات وتقولي السلبيات لكن فكرة إنك تصدير من أول يوم كده إن فيه فريق في مكانة وبقية الفريق في مكانة أخرى أنا دي شوية متحفز عليه اشتركوا في مكانة أوروك